اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذكر سيد الرئيس بان جلسة اليوم تزامنت مع عدوان اقدم عليه طيران ما يسمى بالتحالف مرة اخرى على منطقة هجين بريف ديرزور الشرق القصف تم باستخدام الفوسفور الابيض المحرم دوليا وهو امر ادى الى قتل عائلة بكاملها اطفال والام والاب الجلسة السابقة كما تتذكرون التي جرت في اربع وعشرين الشهر تزامنت مع عدوان اجرامي ارهابي قامت به عصابات العصابات الارهابية المتواجدة في ادلب ضد حلب ونجم عن هذا القصف الذي استخدم فيه اربعين صاروخ اربعون صاروخا العصابات الارهابية في ادلب اطلقت على حلب اربعين صاروخا نجم عن ذلك قتل العشرات واصابة العشرات من المدنيين الجلسة التي قبل ذلك في سبا عشر شهر ايضا اقدمت تحالف طيران التحالف على قصف بلدتي السوسة والبوبدران في ديرزور ونجم عن ذلك قتل العشرات من المدنيين كل ذلك لا تراه مجاهر المايكروسكوب يعني حكومات الدول التي تحدثت اليوم عن الوضع الانساني في بلادي وللأسف ايضا لم تراه الذراع الانسانية للامم المتحدة الاوتشا اسمحوا لي بداية سيد الرئيس ان اهنئكم ومن خلالكم بلدكم الصديق دولة بوليفيا متعددة القوميات على ادارتكم الحكيمة لأعمال مجلس الامن خلال شهر تشرين الاول اكتوبر لقد حافظت رئاستكم الموقرة على الامانة المناطة بها في الحفاظ فعلا على السلم والامن الدوليين واحترام احكام المثاق ولذلك فان الكثير من الدول الاعضاء في هذه المنظمة فخورون بهذا الاداء البوليذي الرفيع المستوى سيد الرئيس لقد تم التأكيد خلال اللقاءات المتعددة التي عقدت مؤخرا بين وكيل الامين العام للشؤون الانسانية السيد لوكوك مع كبار المسؤولين السوريين على ضرورة تنسيق العمل المشترك بين الجانبين من اجل تحقيق المزيد من التفاهم بين الطرفين وازالة ما امكن من العقبات لتطوير دور الامم المتحدة في المجال الانساني وفقا لقرار جمعية العامة رقم 46 على 182 الناظم لعمل الاوتشا وذلك على الرغم مما يعانيه هذا الموضوع من صعوبات بسبب تراجع تمويل انشطة الامم المتحدة في سوريا وهو امر تحدث عنه السيد لوكوك وبسبب الاجراءات الاقتصادية القسرية او حديث الجانب التي تفرضها حكومات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي وغيرها على الشعب السوري يتباكون كما سمعنا اليوم على ان هناك عشر مليون سوري يحتاجون للمساعدة الانسانية لكنهم في نفس الوقت يفرضون اجراءات اقتصادية قسرية او حديث الجانب على 23 مليون ان الحكومة السورية تؤمن بالدور الهام الذي انطته الدول العضاء بالامام المتحدة ولزال الدمشق تعول على هذا الدور لمساعدة السوريين ممن تأثروا جراء الحرب الارهابية التي فرضت على بلاد سوريا دور يحافظ على مصداقية هذه المنظمة وفعاليتها دور يحترم سيادة واستقلال وسلامة اراضي الجمهورية العربية السورية كما تقول قراراتكم انتم التي بلغ عدد وحتى الان 28 قرارا انساني وسياسي كلها بتقول يجب عليكم ان تحافظوا على استقلال وسيادة ووحدة سوريا ارضا وشعبا دور 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 حيادي ومستقل وغير مسياس لا يخضع لابتزاز بعض الدول المؤثرة دور يرتكز بالتأكيد على احترام احكام المثاق وقرارات الامام المتحدة السيد الرئيس استمعت باهتمام الى احاطة السيد لوكوك وكذلك اطلعنا بكل اهتمام على التقرير قيد البحث واسمحوا لي ان اشير الى بعض الملاحظات التي لا بد انها ستجيب عن بعض التساؤلات التي طرحها السادة الزملاء اولا هناك حاجة ملحة كي يتم اجراء نقاش شفاف وموضوع ومهني لتعديل الية تقديم التقارير الخاصة بما يسمى الوضع الانساني في بلاد سوريا بحيث يكون الهدف من هذه التقارير السعي لمساعدة السوريين المحتاجين نشير هنا الى ان استمرار تقديم هذه التقارير بشكل شهري هو مضي على الوقت والمال والموارد البشرية ونؤكد على ضرورة الاستعاضة عنها بتقارير ربع سنوية اخذن بعين الاعتبار ان الكثير من المعلومات الواردة في التقرير قيد البحث هي معلومات تجاوزها الزمان نحن ندرس في التقرير المطروح امامنا ما جرى قبل شهر او شهرين بينما المطلوب ان ندرس ما جرى في هذا الشهر ثانيا هناك حاجة ملحة ايضا كي يتم اجراء نقاش شفاف وموضوع ومهني حول مضمون هذه التقارير بحيث لا تكون التقارير وسيلة لاستغلالها من البعض لممارسة الضغط السياسي والابتزاز اذ لا يعقل ومن المستهجن بعد ادراك القاصي والداني بان هناك حربا ارهابية قذرة قد استهدفت سوريا على مدى السنوات السبع الماضي وبعد اعترافات كبار مسؤولي الدول عن انخراط حكوماتهم بتمويل ورعاية الجماعات الارهابية ليس هناك من داعي لكي نذكر من كتب مذكراته ومن تكلم امام الكونغريس ومن تكلم اما امام بجلس الشيوخ ورئيس الارغان السابق ووزير الدفاع السابق ليست هناك ضرورة انكم تعرفون كل ذلك وبعد اعترافات كبار مسؤولي الدول عن انخراط حكوماتهم بتمويل ورعاية الجماعات الارهابية وبعد ان اتضح على القاصي والداني بالادلة والبراهين ان المجموعات الارهابية المسلحة هي التي كانت وما زالت تتخذ من المدنيين دروعا بشرية وهي التي تتخذ من المشافي والمدارس مقرات عسكرية لها كي تستهدف المدنيين في عملياتها الارهابية وبعد ان اصبح جليا للقاصي والداني ايضا ان مصدر المعلومات الكاذبة التي تستهدف الحكومة السورية هو المجموعات الارهابية المسلحة وداعميها وبعد 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 من المستهجن ان يستمر معدو التقرير في نهجهم السلب المسيس ضد جمهورية العربية السورية ومؤسساتها لا سيما من حيث استمرارهم في السقوط في ذات الاخطاء التي تعتبر خروجا كبيرا عن ولايتهم واستمرار تجاهلهم المتعمد للملاحظات والمشاغل التي عبرت عنها الجمهورية العربية السورية خلال التقارير السابقة ذات الصلة للامانة العامة ست وخمسون مرة قدمنا ردود رسمية على تقارير الاوتشا ووضعنا فيها اجابات واضحة على كل التساؤلات لكن هذه الملاحظات لم يتم نقلها في تقارير الاوتشا ابدا سنوات ونحن نحاول اقامة علاقات تعاون مع الاوتشا ونقدم للأوتشا كل المعلومات المتاحة لدينا نفاجئ دائما بان ملاحظاتنا لا تصل الى عناية واهتمام موظفي الأوتشا تصل اليهم تقارير شهود عيان وخوز بيضاء وخوز صفراء وخوز حمراء لكن ما بتصل لهم ملاحظات الحكومة السورية ثالثا يدعي التقارير بصورة تستدعي للاستغراب ان حكومة الجمهورية العربية السورية لم تعطي موافقتها على خطة القوافل الانسانية لشهري عيلول سبتمبر واتشرين الاول اكتوبر هيكس معنا الان اليوم من السيد لوكوك في حين ان الحقيقة هي ان حكومة بلادي طالبات من الامم المتحدة ادراج المناطق التي تم تحريرها والمدرجة اصلا في خطة المناطق المصنفة امميا على انها محاصرة او صعبة الوصول طالبنا ادراج هذه المناطق ضمن خطة البرنامج الدولي لايصال المساعدات لكن الامم المتحدة لم تدرج هذه المناطق المحررة في خطة المساعدات لماذا لا اعرف السؤال عند السيد لوكوك رابعا حول ايصال المساعدات الى مخيم الركبان وكلنا نعرف ان مخيم الركبان موجود في الصومان وليس في سوريا اعتقد ذلك ما بعرف معروماتي الجغرافية صحيحة ولا لا لان البعض تحدث عن مخيم الركبان وكأنه في الصومان او المالديف واكد ان الحكومة السورية اعطت موافقتها لوكالات الامم المتحدة على تسيير قافلة مساعدات انسانية الى المخيم بالتعاون مع منظمة الهلال الاحمر السوري واللجنة الدولية للصليب الاحمر بشكل مباشر من داخل الجمهورية العربية السورية الا ان فريق الامم المتحدة وبعد توجهه الى منطقة الخمسة وخمسين كيلومتر بتاريخ عاد ادراجه الى مدينة دمشق بشكل عاجل بسبب تدهور الوضع الامني وورود تقارير عن هجوم مرتقب لتنظيم داعش الارهابي على القافلة من المنطقة التي يسيطر عليها الجانب الامريكي وذلك على الرغم من التعهدات التي قدمتها الولايات المتحدة الامريكية التي تحتل تلك المنطقة من الصومال وليس من سوريا للامم المتحدة بضمان قافلة وذلك دليل واضح على ان الولايات المتحدة هي المعرق الاساسي لإيصال المساعدات الانسانية الى مخيم الركبان والمسبب الرئيس لمعاناة قاطنين من المدنيين ونحن نذكر ان ارهابي داعش قد انطلقوا من منطقة الركبان التي تسيطر عليها القوات الامريكية الى مدينة السويداء السورية وهجموها قبل فترة وقتلوا حوالي 300 مدني عند الفجر ثم عاد هؤلاء الارهابيون ادراجهم من السويداء الى المنطقة التنف والركبان التي تقع في الصومال خامسا تأسف بلادي لقيام معدي التقرير وبما ينسج مع توجهات الدول الغربية بالترويج للمساعدات عبر الحدود التي ثبت عدم جدواها وعدم ضمان وصولها الى مستحقها من المدنيين حتى باتت تعتبر بشكل او باخر دعما غير مباشر للارهابيين الذين يستولون على هذه المساعدات واحد عوامل الاستمرارية انشطتهم الارهابية في سوريا لقد قدمت حكومة بلادي منذ اشهر العديد من الاستفسارات حول جدوى هذه المساعدات بما في ذلك ما يسمى بالمراقبة من طرفين ثالث وما زلنا ننتظر الرد السيد الرئيس اليوم وبعد ان بات الوضع على الارض اكثر امنا واستقرارا بفضل الانجازات التي تحققت ضد الارهاب وفي ظل عمل الحكومة المستمر على اعادة تأهيل المناطق التي خربها الارهابيون واعادة الحياة الى طبيعتها باتت الارضية مهيئة للعودة الطوعية للاجئين السوريين الى وطنهم الذي غادروه بسبب الارهاب والاجراءات الاقتصادية وحادية الجانب التي استهدفتهم في اساسيات حياتهم وفي لقمة عيشهم وبالفعل فقد بدأنا نشهد عودة الاف السوريين اللاجئين في الخارج الى سوريا على الرغم من قيام بعض الدول الغربية بعرقلة عودتها اولاء اللاجئين السوريين الى بلادهم من خلال تخويفهم من العودة تحت الزراء عواهية وتسييس هذا الملف الانساني البحث واستخدامه كورقة في تنفيذ اجنداتهم السياسية والربط بين عودة اللاجئين وابتزاز العملية السياسية وهي كلها امور استمعنا اليها هذا الصباح من وفود بعض الدول الغربية ختاما السيد الريس اليوم واذ نكتب الفصل الاخير في الازمة السورية فان السوريين عزمون على التكاتف لازالة اثار الحرب الارهابية واعادة اعمار بلادهم بايديهم وبكل كوادرهم وخبراتهم سواء من بقوا داخل البلاد او الذين اضطرهم الارهاب لمغادرته وحول ما ذكره البعض بشأن الوضع في مدينة ادلب اود ان اذكر الجميع بان ادلب هي مدينة سورية ولا احد احرص من الحكومة السورية على حيات المدنيين المقيمين بها والذين تأخذهم المجموعات الارهابية دروعا بشرية تؤكد بلادي بانها رحبت باتفاق سوتي الذي تم التوصل اليه يوم 17 ايلود سبتمبر وهي كانت وما تزال ترحب باي مبادرة لحقن دماء السوريين كما ترحب باي مبادرة يمكن ان تساهم في اعادة الامن والامان الى كل بقعة سورية ضربها الارهاب تؤكد حكومة بلادي ايضا مضيها في محاربة الارهاب حتى تحرير اخر شبر من الاراضي السورية سواء من الارهاب والارهابيين او من اي تواجد عسكري اجنبي غير شرعي فوق الاراضي السورية شكرا 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 شكرا